تحياتي و اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتجيكم مني انا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة ارامفور ارب في تويتر فيوتيوب حلقة اليوم بعد فوز ريال مدريد الحاسم تقريبا للدوري خليني اقول واتجرأ من مرحلة الذهاب اخرج اتلتكو مدريدي من السباق الفارق باحسن احواله ممكن يصير عشر نقاط وهذا فارق صعب جدا تتخيل انه اتلتكو يرجع فيه برشلونة خارج السباق ضل اشبيلية اللي عنده اتلتكو وبرشلونة الاسبوع الجالي هذا معناها ريال مدريد مش رح يحتفل في نهاية السنة برأس السنة بس بل حيحتفل ربما برأس الدوري نفسه ريال مدريد بدأ اربعة ثلاثة ثلاثة بدون اي مفاجآت يعني اسنسي رودريغو هي دائما مفاضلات بروح لها انشلوتي حسب الظروف في المقابل هناك كان فيه تغييرات شوي في اتلتكو مدريد اللي شفنا بيلعب اربعة اربعة اتنين بيخلي جواو فليكس وليمارة على الاحتياط بيبلش بكوريا وكراسكو على الاطراف في المقابل ايضا عم بيلعب جريزمان وكونيا في خط الهجوم وهذا الشي كان معناه انه لويس وانيز على الدكة وشفنا كوندوك بيه كقلب دفاع في رحلة بحث عن علاج مشاكله الدفاعية بالنسبة لريال مدريد اليوم على الورق التحادل ما كان سيء لانه حيخلي الفارق حيظل مرتاح وحيظله السجل الايجابي موجود في حين بالنسبة لاتلتكو مدريد كانت الخسارة اليوم تحديدا كارثة تعلي خروجه من السباق وهذه النقطة اللي قادت اول عشر دقائق في المواجهة اليوم شفنا اتلتكو مدى اول اللقاء ايجابي اكثر بروح على المرمى اكثر اول تزديد ايجت من كونيا في المقابل ريال مدريد بيهدوء المستفزد الخصوم عادي خلي الدقائق تمشي الكرة الدول بهدوء نحافظ على الكرة جد ما نقدر وبيستنى الهفوة الاولى ومن اول هفوة مودريش بيقطع الكرة بتروح لكاسيميرو من لبنزيمة بنزيمة لأسينسيو ثم أسينسيو لجونيور وعرضية وهدف رائع جدا بهدم معنويات اتلتكو مدريد تماما وبيفهمهم انه التقدم على ريال مدريد الو ثمن غلطة مرتدة جول الهدف الاول بورينا مدى سرعة انسجام لعبير ريال مدريد مع افكار انشيروتي لم نجزء منهم بيعرفوا من زمان وربما انه كان انشيروتي على حق واحنا كنا على غلط لما كنا نطالبه بمداورة مطلقة لانه المداورة بتأخر الانسجام بين التشكيل الاساسي زي ما بنعرف لكن بنفس الوقت عدم المداورة بسرع الانسجام ولو كان هناك ثمن هو الارهاق انشيروتي راهن انه اتساد لعبير ريال مدريد حتشيلهم بهذه الفترة ويبدو انه ريهانه كان صحيح الهدف الاول تمرير الجونيور والفرصة المهمة اللي اهدرها جونيور وتصدالها اوبلا وصناع الجونيور للهدف الثاني بوريك لاي مدى تطور هذا اللاعب تكتيكيا اولا اتحسن كثير في مهاجمة المساحات عم بنشوفه بروع المساحة وبعرف وين يوقف ما عاد بس بدوع لانه هو يخلق هذه المساحة بمراوغاته شيء الثاني تحسن قراره يعني الهدف الاول لو جونيور تاع السنة الماضية كان حيبسكها ويحاول يراوق او يسدد لكن جونيور تحسن كثير من حيث القرار بهدف الثاني ايضا باكثر من تمرير اخرى يعني تطور جونيور مع انشيروتي يكفي انك تقول انشيروتي عم بيقوم بعمل كبير في المقابل جماعية ريال مدريد المثالية كانت عم تحبط افكار اتلتكو مدريد الهجومية في الشوط الاول تقريبا كان لهم فرصة واحدة من راكلة حرة مباشرة اتصدالها المتألق اليوم كورتوا التمركز الصحيح ما بين خط الدفاع والوسط ومساندة خط الهجوم كانت دائما تجبر لعبي اتلتكو مدريدي دوروا على حلول مختلفة لانهم مش عارفين يوصلوا لغريزمان او كونيا تم عزل ديبا ولو كوكي عن هذا الخط كانوا نحاول نروح على الاطراف من دي تفوق تماما على الجهة اليسرى وكان يمنع كوريا من اي شيء في المقابل على الجهة اليمنى ايضا كان بخار كان عم بقدم مباراة ممتازة روم احسن مباراة له من فترة اخيرة احتاج مساندة بعض المواقع من مدريد لكن على الاطراف كان ريال مدريد فرديا متفوق بالمجمن كان جماعيا متماسك مفيش مساحات مفيش زوايا تمرير اليوم نقدر نحكي انه كاسيميرو اللي كان فيه شوية جدل حول مستوى في الفترة الماضية قدم مباراة ممتازة بالتمركز ممتاز بالواحد لوحدته ممتاز بالطلعة بالكرة ممتازة كثير ساهم بطلعات خطيرة ومنها الهدف الاول ايضا ايضا بمسألة القيادة يعني لما شفنا العيدة ثلاثة كساروا عنفين اجي عامل هذه الحركة اللي سدد فيها الكرة بعنفه وكأنه بيقولوا بتذكروا انا موجود انا عنيف يعني انا كاسيميرو مباراة ممتازة منه صراحة مباراة مثالية بتخليك تتذكر الكلام اللي حكناها في بداية الحلقات كاسيميرو لا يناقش فيه اي لاعب ممكن يطلع وينزل مبارتين ثلاثة بس كاسيميرو اكيد رح يرجع ايضا المباراة عظيمة من المباريات العظيمة الكثير لوكا مودريتش بالمساند والصعود والتوني كريوس كان استاد في ضبط الرتم من الاشياء اللي واجهها اتلتكو مدريد اليوم وعملت له مشاكل انه كان يعتقد انه لو ضغط بشكل عالي هيخلق مشاكل للريال مدريد لكن ريال مدريد التبع اللي سميته انا اسلوب الهدوء المستفز اللي انا ما عندي مشكلة ما اطلعش بالكرة واصناع حجبة بس عندي مشكلة اعمل مخاطرة بالتبريرة مش رح اعملها ابدا ريال مدريد كان موافق يدور الكرة حتى بالسلبية مش فارقة عنده وهذا الشي كان عم بيعمل شغلتين بيستنزف الوقت من اتلتكو وبستنزف طاقتهم من جهة تانية واليوم في تبريره للتعادل الشافي قال لم نستطع التحكم برتم اللقاء وهذا كان تبرير مهم لفوز ريال مدريد اليوم بعد تقدم المبكر ريال مدريد كان متحكم بهذه الناحية وكأنه هو صاحب الكرة هو بتحدد متى المباراة تصير اسرع متى تصير ابطأ كوكي وديباول ما كانوا عارفين يعملوا شي ضد اسياد هذه المعركة معركة التحكم برتم اللقاء مودريج وطوني كروس ايضا تمركز ريال مدريد الدفاعي لما كانت ما تكون معاه الكرة كان يجبر اتلتك مدريد يكون بطيء لانه كان خيارات التمرير قليلة فاي مغامرة فيها ممكن تكون مقطوعة ومرتدة بداية الشرط الثاني كان في لحظة مهمة دخول جواو فيلكس اتلتكو كان عنده مشكل كبير انه يربط الوسط بالهجوم سيميوني نزل لاعب حر بعرف يتحرك ما بين الخطوط احسن من جريزمن اللي هو جواو فيلكس في هذه المسألة فنزل ربط الخطوط صنع اكتر من هجمي خطيرة لعندما ريال مدريد تنبه له مودريج صار يقرب عليه اكتر كاسيميرو صار يتفرج عليه اكتر ودفاع ريال مدريد صار يضغط عليه بشكل عام ما يخلوه مرتاح لما يوقع بين الخطوط على الكرة قدروا يحتووه لكن اللي احتوى فعلا الهدف الثاني الريال تأثر في بداية الشرط الثاني بخروج بنزيمة اخد وقت لعندما تأقلم على الصعود بالكرة بدونه ومن اول كرة يوفيتش جونيور اسينسيو وحسب مباريات الكبيرة بداية حسب ما بدها ضيع فرص وهذا الريال مدريد اللي بيعمله حاليا في معظم مبارياته الكبيرة مباراة مثالية جديدة من ثنائية الابا ميليتاو اللي بتشعرك بالامان السيطرة في الهواء التمركز المناسب بينهم الاثنين مباراة ممتازة جدا نعم اتلتكو خلق شوية فرص لكن طبيعي يخلق عليك اتلتكو فرص لكن اتلتكو فعليا ما قدر يحط ولا مواجهة واحد لواحد مع كورتو اللي تقلق بالكرة اللي وسطته خلينا نحكي انه لقاء اليوم هو تفوق بين مدرب جاء بفكرة واضحة عارف شو بدي يعمل اللي هو انشلوتي وصل لهذه الفكرة بوقت اسرع من مدرب ثاني لليوم ما بيعرف من تشكيلته الاساسية وشو الشكل اللازم يلعب به اللي هو سيميوني باحترافه انه ما زال يبحث عن توازنه في حين ايضا كان لقاء 11 لاعب في مدريد ما عندك عليهم اي انتقاد تقريبا ما في شيء من التشكيل الاساسية تقدر تقول هذا اقل من مستوى اليوم لا كانوا كلهم بيومهم من الحارس لبنزيمة ايضا في المقابل لعبة اتلتكو مدريد كانوا جايين من ضغط نفسي رهيب امام بورتو مرهقين اعتقد اكثر من لعبة ريال مدريد اللي ما كانوا مضطرين يضحوا بدنيا كثير امام الانتر وبالمقابل كانت هذه اللقاء الحاسم حسب وجهة نظرين لسراع اللقب واعتقد انشلوتي ربح علينا ريهان وبيخبرته على مسألة انو ما تفكروش المداورة دايما لازم تبلش بشهر 12 نحسم الدوري ومنفكر فيها بشهر 2 لما تيجي مباريات دور الابطال نوصل هون لنهاية هاي الحلقة بذكركم تعملوا لايك تشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله